الاقتصاد الجزائري يدخل في مرحلة الانتعاش بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً في بلد يعول على عائداتها بنسبة تفوق التسعين بالمئة ومع هذه القفزة التي زادت من احتياطي الصرف بالعملة الصعبة هناك توقعات بأن يصل إلى عتبة السبعة وأربعين مليار دولار بنهاية هذه السنة هذا من عكس بالإيجاب على البنوك المحلية بدعم من البنك المركزية من أجل تقديم قروض الاستثمار وبحث نشاط المؤسسات الاقتصادية تدابير جديد لأخذتها الدولة في مجال مرافقة البنوك وإعادة التمويل ومنح بعض المزايا لبعض المشاريع الاستثمارية الجديدة في بعض القطاعات الاستراتيجية أثرت إيجابياً على مرافقة البنوك لهذا المشاريع أزمة الصيولة التي عالجتها معظم البنوك بعد الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر على مدار ما يقرب السنتين بدأت ملامحها تتلاشى وانسدادها يزول ما بين هذه المؤسسات المالية وطالبية القروض وإن كان هؤلاء يتحفظون على نسب الفوائد بالنسبة لمشاريع كالسياحة وهذه نسبة منخفضة وهذه الشجعة كثير وكين اندطر بالنسبة للصحة كذلك نسبة منخفضة وهذه الشجعة للمستثمر ولكن كين اندطر البنوك يتبقوا فوائد كبار ويجعلوا من المستثمر يتراجعنوا عن ما على الاستثمار تعافي نشاط البنوك في الجزائر يأتي بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يتطلب قروضا ويقدم تسهيلات إدارية من النظام المصرفي في خطوة تهدف منها الجزائر إلى التخلص من التبعية لمداخل المحروقات وتحقيق سنة اقتصادية بامتياز البنك المركزي أعلن منذ مدة عن تهاون في سيولة المصارف وصلت إلى ما يقرب الأربعة مليارات دولار مطلع العام الماضي وبضخ العملة الصعبة تعول السلطات على إعطاء نفس جديد لإنعاش اقتصادها نهد زروات سكينوز عربية الجزائر